أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند ترند طيب سريعا عشان وقتنا لأننا عندناك كلام مهم جدا في هذه الفقرة تحديدا أول حاجة متعلقة بمنتخب مصر للشباب ما كنت أتمنى أقول هذا الخبر في هذا التوقيت لكن للأسف نتيجة ظروف كثيرة جدا ممكن نستفيد في الحديث فيها في حلقات أخرى قادمة اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا اعتبرت منتخب مصر خاسرا أمام المنتخب الليبي واعتبرت فوز المنتخب الليبي بسبب طبعا عدم وجود عدد مناسب بالنسبة للعبي المنتخب الوطني للشباب في هذه المباراة طيب كان من المفترض أن النهاردة في مسحة طبية لتسع لعبين مصريين لكن للأسف المسحة كانت إيجابية والنتيجة قبل موعد المباراة لم تظهر وبالتالي انتظروا لمدة نصف ساعة موعد انطلاق المباراة والعدد اللي تقدم بإدارة بعثة منتخب مصر للشباب للأسف كان أقل من خمستاشر لعب وطبقا لللائحة الخاصة تحديدا بالكوفيد ولائحة الكورونا طالما العدد أقل من خمستاشر لعب بيعتبر الفريق خاسرا بنتيجة تلاتة سفر طبعا قرار صعب جدا ومجهود كبير جدا للكابتن ربيعي يسينا على مدار السنتين بيضيع بسبب ظروف كثيرة جدا هنستفيد في الحديث فيها لكن بشكل عام وأنا بتكلم معاكم اللاعبة في التوقيت الحالي مش عايزة ترجع وعايزة تقعد تكمل البطولة اللاعبة طبعا صعبان عليها مجهود كبير جدا على مدار السنتين كتعايزة تكمل وعايزة تكون موجودة لكن هلأعمل فلاش باك عشان الناس تبقى متابعة معنا وتعرف إلا حصل خلال الفترة الأخيرة بداية كابتن ربيعي يسينا كان ليه طلب أن الفريق سافر قبل موعد البطولة بحوالي أسبوع عشان يستعد لتصفيات بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم اللي بتتالي هتكون مؤهلة أيضا لكأس العالم الفترة اللي جاية المنتخب سافر لكن للأسف بدون رئيس للبعثة بدون مدير إداري لأن المدير الإداري كان العينة بتاعته كانت إيجابية قبل السفر وبالتالي الفريق سافر بدون رئيس بعثة وبدون مدير إداري رئيس البعثة كان مشغول طبعا بعدد من الأمور هنا في اتحاد الكرة لكن كان يجب أن يكون فيه رئيس للبعثة مع المنتخب في الفترة الحالية خاصة أن هي بطولة قوي جدا وبطولة مؤهلة لكأس الأمم وجيل بيشتغل بقى له سنتين عشان يوصل للمرحلة دي وبيستعد لمباريات مع ليبيا والجزائر وتونس والمغرب والبطولة بتستضيفها تونس خلال الفترة الحالية عموما المنتخب سافر قعد أسبوع ممكن نتطفق أو نختلف على فكرة أن المنتخب يسافر قبلها بأسبوع خاصة أن تونس الأجواء بتاعتها مش مختلفة عن الأجواء المصرية في ظل حالات كورونا كل ما تقل المدة وانت موجود في معسكر خارجي كل ما يكون أفضل لكن عموما المنتخب سافر والمشهد هناك بقى بالنسبة للدولة المنظمة أشقانة في تونس فكرة أن خمس منتخبات يكونوا موجودين في فندق واحد هنا الإجراءات الاحترازية هتبقى صعبة جدا فبالتالي التنظيم بالنسبة له هذه البطولة خمس منتخبات في مكان واحد ده كان صعب جدا وده حتى بشهادة وتصرحات الكابتن ربيع هاسين كان مستغرب جدا من هذا الأمر وطبع الإجراءات الاحترازية مش هتبقى بالشكل الملائم في هذه البطولة والاستعدادات عموما اللعيبة عملت والجهاز الفني عمل مسحة كورونا وللأسف كان 18 شخص من البعثة من ضمنهم الكابتن ربيع هاسين حالات إيجابية الجهاز الفني والبعثة الرسمية تواصلت مع المسؤولين هنا في مصر سواء مع وزارة الشباب والرياض دكتور أشهد صحي أو حتى مع اتحاد الكرة واللجنة الخمسية التي تديري الاتحاد في هذه الفترة عشان يعملوا مسحات أخرى بعد المسحة الأولى اللي كانت صادمة للجميع وبالفعل السفارة المصرية في تونس قامت بمجهود كبير جدا وعملت مسحة والحمد لله المسحة التانية فيه 3 من 18 طلعت نتائجهم سلبية كان من المفترض أنه كمان في مسحة إضافية عملت النهاردة وكانوا منتظرين النتيجة بتاعتها عشان العدد على الأقل يكون 15 لعب عشان تخوض المورة بالمناسبة يعني حتى لو كنت هتخوض المبركة هتخوضها من غير المدير الفني الكاتن ربيع ياسين لكن في النهاية اللجنة المنظمة للتحاد شمال إفريقيا رأيت أن المنتخب طبقا للاقاحة الفيفا مش موجود 15 لعب فبالتالي المنتخب يعتبر خاسرا ومنسحبا طيب في هذا الإطار وفي نفس الموضوع الدولة كان لها توجه تاني أهم حاجة هنا بقى أنت بتتكلم على صحة وسلامة اللاعبين والبعثة المصرية فبالتالي دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة ومن خلال المتحدث الرسمي أعلنوا أن في طائرة خاصة طبية مجهزة هتسافر من مصر إلى تونس لجلب اللاعبين والبعثة الرسمية عشان تدخل في حجر صحي وبالتالي كمان يكون في حفاظا على سلامة اللاعبين بغض النظر بقى فيه مباراة ما فيش مباراة أهم حاجة سلامة البعثة المصرية طبعا إجراء مهم جدا ويتوجه ممتاز جدا لكن طبعا بقى في نفس التويت أنت عندك اللاعبة خايفة على مجهود سنتين وعايزة تقعد وتقول لك ممكن نعمل مسحة تانية قبل المباراة اللي جاية وبالتالي نقدر نلعب المباراة المتبقية يكون عندنا فرصة اللي احنا نتأهل هي في النهاية هنشوف خلال الساعات الجاية لكن الطبيعي أن الطيارة هتتوجه النهاردة إلى تونس والبعثة تعود اليوم